سلامة و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا في صحة و خير و عافية اليوم كيف ما تشوفوا اعملت نواصر بالدجاج جيتني خفيفة بنينة ميهجو معجنة ايا قلت عليش ليه ان شاركها معاكم تابعوا الفيديو و شوفوا الطريقة كيفاش تعملوا بها نواصر وتنجح معاكم من اول تجربة حتى لو كان عمرك ما طيبت نواصر كيف ما تشوفوا كيف ما تعرفوني برشا اللي قدم اللي يعرفوني وش ضد نقولكم راني انا نفوح الدجاج قبل من حطوه في التنجرة خليت طروف الدجاج بتبيعة انتو موخوضوا حسب افراد العائلة متاعكم القونتيتي اللي تحبوا عليها اخسلتهم مليح بالماء والخل و من بعد كيف ما تشوفوا حتيتهم في صحفة باش نفوحهم ملح كوركم في الفلكحة الكليل وزعتر مرحي زنجبيل مرحي و شوية ثوم هذيك يزيد الدجاج بنا على بنا و شوية زيت و من بعد نخلطهم مليح مليح و نخليهم يشربوا اكل الفيح هذيك و من بعد جربوا هالطريقة هذيك كيف ما نقولكم ديما تشوفوا الميكلة متاعكم كيفية الريحة فيوحة والبنة ما نحكي لكمش حتيت الدجاجة ديك على الجنب تولي هنا كيف ما تشوفوا خليت ثلاثة قرينات فلفل اخسلتهم بتبيعة امسحتهم و ملحتهم نسل كول بريسك يعرفوا هالطريقة هذيه ستكوني راه يزيد السوس بنا على بنا بالحق باش نقلي الفلفل في الزيت قبل ما نفوح التنجرة متاعي حتيت التنجرة فوق الغاز و هنا يا حتيت الزيت حطوا كونتيتي بيه يمتع الزيت على خطر من بعض بش هيك الزيت هذيك يطلع فوق السوس و نمرقوا به النواسر و تضيدوا بنا بصراحة انا طريقة هذيه نعملها في النواسر ولا في شربة مفورة ولا في مقرونة راي تجيكم بنينا على خردوا بيكم بتبيعة تقلي والفلفل على نار قوية النار تكون راهي متوسطة و ما تخليوهوش يتحرق الزيت بش من بعد ما تجيكمش الماكلة متاعكم مطعمها مش بنين خليت راس بصل قصير صغير كيف ما تشوفو قصيتو هكيك مربعات جوايدين هنا حتيت شوية ثوم و مش هذيك الكونتيتي لكلها متاع الثوم راني بيش نستعملها جوزت هذي بش نقليها مع البصل و مع الدجاج اكهو كيف ما تعرفوا اي حاجة بالسوس راهي تحب برش ثوم الدجاج بعد ما فوحتو حتيتو لنا في التنجرة مع البصل والزيت والثوم و هوني بش نحط التماطم كونسنتري انا بش نعمل الارتل النواسر بش نحط عليهم زوز مغارفة كونسر كبار متاع ميك لو المغارفة الثلثة كيف ما تشوفو راهي ما هيش مليونة برشة هذية معناها تجيكم بالضبط قد الرطل بالضبط بالتبيعة انتو ما اذا كان بش الضعف والكمية اعملوا الدوب بالمتاع الكونتيتيتي متاع التماطم و اذا كان بش تعملوا اقل اعملوا النص متاح عليك انروا بالنسبة للرطل زوز مغارف مليونين ونص يجيكم بالضبط السوس مش بش تقعد دولكم زايدة و مش بش تقعد بتبيعة ناقصة هنا يا بديت انفوح فيهم حاتيت كيف ما تشوفو الملح بالتبيعة الفلفل الزيناء انتو ما وكل واحدة والفلفل اللي متاحة هتعرف كيف يش تفوح بيه انا حاتيت مغارفة كبيرة راي هذي كي نحط دوز مغارفة هذيكم متوسطين قد مغارفة كبيرة متاع ميكلة لانا ردوا بيلكم متقليوا برجة على خاطر رحي تماطم متنجا متشدلكم في التنجرة وتتحرق من اللوتا ومن بعد كيف ما نقول لكم ديما الميك لم تجيكمش بنينة ويجي فيها المطعم متاع الحريق ان لانا قليتها جوست شوية اكا هاو ومن بعد ديك راني بش نحط لها المي راني ما نقليش التماطم في الزيت كيف ما تشوفو حاتيت جوست شوية اكا هاو مي والمي بتبيعاره وسخون ديما نمرق الميك لم تاعي بسخون خاطر في ساعة تيب وتجي اون بلوس بنينة توا باش نغطيها ونخليها تتقل شوية هيكا ومن بعد شوفو كيفيش لنا اكا الريحة ما نحكي لكم اش زدت عليها الحومس اذيكا وحومس راهو منفخ مقبل وشبط ومي الفريغو وزدت عليها وريقة تراند بتبيع ذيك وما ننسي وهمش بالشديد والصوص متاعنا بنا على بنا وتوا ان نحرك كيف ما تشوفو هيكا ديما حركوا ردوا بيكم ونمرقوا تانجرم تانا الصوص متاع النواسر راهي متجيش عاق دكيمة الصوص متاع المقرونة ومتجيش جديدة راهي خفيفة برشا كيما المرقى متاع الكوسكسي يلزمها تكون متوسطة على خاطرتها تشوفو من بعد كيفيش احنا باش نوع النسقي والنواسر بالصوص خليت الصوص متاعي بتبيع التيب وراني اينا راني ما نفورش الا النواسر فوق المرقى فوق الصوص نفورها فوق مقفول فيه الماء انتو ما على راحتكم كيف ما تحبو كيف ما يساعدكم ملقيتش الوقت بتبيعه باش نعمل النواسر دياري بداياتي الا غالب ياخي خذيت باكو هذيكا متاع النواسر زيدا راهو بهي ويجيكم ابني وحاجة راهي تحفونا برشا حتيت شوية ملح بتبيعه كيف ما تعرفوا على خاطر النواسر الباكويت مايش راهي ملحة حتيت شوية كركم ب وبشاكي اكلون الميزيان هذيكا للنواسر ومن بعديكا حتيت الزيد هذا السرر راهو باش يجيكم من الواسر متاعكم كعبة كعبة تتيب كعبة كعبة ومدجهكم مش ليسقة في بعضهم هيش معجنة على خاطر اذا كانت خليوها ناقصة زيد بتبيعه اكل الفار من بعد بش يرجع عليها هذيكا متاع التفويره وتلسق النواسر في بعضها وتلسق الكعب الكلها وتعجن ومتتيبش بالكداب الزيد شباش نقولكم انا حتيت اربعة مغارف متاع مايكلا لكن انتو ما عنكم ميزينكم يلزم النوا كمالت خلطها لكلها كيف ما شفتو هكيكا ادهنت بالتبيعة الكاسكيس متاعي بالزيت باش ما تلصقش زدال في وسط الكاسكيس وحاتيتها تفور فوق الغاز هنا يا السوس زدتها توا سفنيريا اختياري بالتبيعة انا تعجبني سفنيريا في السوس متاع الانواسر انتو ماتحبو تحطو ولا ما تحطوش وايلا يساعدكو و بتبعد ذلك مقرومة وايلا نواصر ولا شربها ما كيف مقلت لكم يلزمها كونتي اب editorial و تبعدها نصدقش اينا هوني كيف ما تشوفوا خيط راس امتاع الثوم قشرطو حتيتو في المهرس وها الرسطو بالتبيعة حسيلو.ما نحكي ماش litt نجمو انتو ما ترحيوا بتبعه الثوم وتحطوا معه هالتبيعو حتييتوا مغارفة كبير متاع الثيف شوفوا الصوص متاعنا كيفاش قارت الزيت متاحا شوفوا اكل لون محليه وما يشبه والريحة راني ما نحكي لكم مش هوني بعد ما بديت التيبس في النارية حتيت البطاطا كيف ما تشوفوا هيكا وطوى بعد ربع ساعة بعد ما فورت النواسر بربع ساعة باش نهبطها من فوق المقفول كيف ما تشوفوا هيكا وباش نسقيها بالصوص ديماء النواسر والشربة والدويدة راهم تسقيوهم بالصوص ما تسقيوهمش بالماء يرضو بالكم عليش قلتولكم كثرو في الصوص شوية من الولو خليوها خفيفة شوية مش برشة باش نسقيو باهم كيف ما تشوفوا هوني يلزم نواصر لكلها انبلها بالصوص مليح ومن بعد باش نرجع نفورها مرة اخرى 4 ساعة انا راني نعملها التاريقة هذي 3 مرات معناها نخليها ساعة غير باع كل 4 ساعة نهبطها نسقيها هيكا بالصوص ومن بعدها نعود الرجاح هتفور 4 ساعة اخرى هوني خلطها مليح بتبيع مدخلي وشن نواسرها نقصة سوس وبعدها نرجع نفورها 4 ساعة اخرى لانا حابيت نقول لكم حاجة اذا كان باش طيب وانتو من نواصر باللحم خليوها تيب مع الخضرة نورمال لكن مع تجيش كيف ما تعرفوا تجيش راهوا في ساعة تيب هذي كان عليش انا نحيته وخليت السوس انتعي تكمل التيب ونواصر تفور في عقلها ومن بعد راني باش رجعوه هذي بعد 4 ساعة المرة الثانية باش نعاود نمرقها بالنسقيها بالسوس كيف ما تشوفوا طريقة سهلة وواضحة وموضحة ومن بعد صدقوني تجيكم راهي طيبة كعبة كعبة وانبوسيبل كان باش تعجنلكم وإلا تجيكم نقصة تيب كيف ما تشوفوا نخلطها مليح هكاكا ومن بعد نعاود نرجع نفورها 4 ساعة اخرى ومن بعد عادة باش نلقاها طابت سيء منزيدوش باش نحطو لها المرقم تيحها اخر حاجة هونيا الخضرى متاعي طابت البطاطا طابت السفنرية طابت حتي تلها السوم والتيبل راني نحطهم في اللخر ما نحطهم مش ملول وطاوة رجعت الدجاج بشيخ واكا التفويحة هذيكا متاع التابل والسوم يزيدو بنا على بنا ونخليها تيخو غلوة خفيفة باش تعقاد الصوص لنا ونقص عليها ونتفي عليها الجاز وبتبعها راهو ما ننسيوش اكا جرين الفلفل هذيكا الاخضر اللي بشي يزيدها بنا اخرى انا حتى لو كان نقلي الفلفل ملول راني نزيد القرن هذيكا في وسط السوس باش يجيني بنا برشا وراني قالها غالب نموت على الفلفل هونيا انواسر متاعنا طابت كيف ما تشوفوا شوفوا الطريقة انا كيفاش نعمل حتيتها في الصحفة هكاكا وطوة اكا السوس لكلها باش نصبها فوقها راهي كيف ما تشوفوا طريقة واضحة على الاخر هذي انا طريقتي وبتبعها كل واحدة والطريقة متاحة لكن انا الطريقة هذي راهي نجحة على الاخر حبيت نشاركها معاكم صبيت السوس كيف ما شفتوا راني غطيتها من بعد الا غالب ما تصورت ليش خليتها حكاية درجية ومن بعد نحيت الاختاء وحركتها كيف ما تشوفوا طيبة مفاركة كعبة كعبة متقاوش كعبة ليس قفل اخرى انا راني نواصل ما نجمر هيش ليه في فورو ليه في فوق الغاز جس نحط لها السوس متاحة نغطيها ونخليها تشرب السوس مليح من بعد نهز الاختاء نحركها ونحطها في اللصحنا ونقدمها وكيف ما تشوفوا بنا راهو ما نحكي لكمش او كان منظر هذي جا راهو بين اللي ما هيش معجنة وما هيش ليس قفوا بعضها ان شاء الله تجربوا الطريقة متاعي ان شاء الله تعجبكم ومتأكدة اللي راهي بيش تعجبكم على خطرها بالحق ناجحة وفما برشة وخيات يبدوا ما يعرفوشي طيبو نواصلوا ولا يخافوا منها لتجيهم معجنة ولا فما حتى المبتدئات والمعارسين جدد تقولك راني ما جربت هيش قبل وما طيبت هيش جربوها بالطريقة هذي موتو تشوفوا كيفيش تنجح معاكم راهي من اسهل ما فما وبنينا برشة 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 وخف كيفة على الاخر قد ما تكلوا منها ما تشبعوش طمب قالي كان بش نقولكم بسليم وفي لما نتلقاو في فيديو جديد ان شاء الله